السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير فأنتم صحة وعافية يا رب كيف كتشوفوا الفيديو دي نهار اليوم غادي نشارك معكم فيه طويجين اللي بالقدرة والحم وكيك دي شوكولة اللي درتها للقوتي هذا الفيديو كان عندي قديم يلا كتب بش ننزله على القناة هنا غادي ندبها بالتاجين قادي ننصبه بشي طيب هنا عندي واحد لطاة البصيلات صغار ما نكتروش شانير بصلا بزاف بش ميحرقش لينا غا نقطعهم دوائع وفي القاعدة يا للتاجين وندير فق من هالحمل الحمي يعني الكمية على حسب اللي عندكم كل واحد كيدر القياس على حسب الافراض الاسرة ليالو هنا كيف كتشوفه قطعة ذاك البصيلة دوائع رقيقة وغادي نزيد على واحد الكمية ذاكي زيت الزيتون من كتروش لاناش كيف كتعرفوا اللحم كيكون شوية ميتدم في الشحمة ماشي بحل الججج فغندير بتقريبا واحد جمعالق كبار اللي كان المعالق اللي كان ناكلو بهم وندير ثلاثة الفساسة ديال ثومة صغار كبيرة ندير غير جوج هنا يضر ثلاثة ونزيد عليهم التوابل هنا بالنسبة للثوابل فغند ندير الملح يعني الملح على حسب الطوق كمية الخضرة اللي غادي نديره هنا كين طاجين كبير يعني كمية اللي يتكفى وغادي ندير نسمع القاديل صغيرة ندير ندير نسمع القاديل تحميره ونسمع القاديل ونسمع القاديل كينجبير يعني هاد الكمية التوابل تحميل مع القاة الصغيرة وغادي ندير شوية ربع مقطع فوق الحمسة ندير كل شي فوق البوضاء حتى يبدأ يتشحر ونديره هي طيب ونستفق منه الخضرة هنا غادي نجلده هاد العاصر اللي بشي بردلية يعني غادي نديره نحطوه مع الغضاء فهنا عندي خيزو المسلوق من كترش الماء يعني من اللي يتسلق ينشف هادك الماء وعندي البانان والليمون والسكر باش نطحنه والماء بارد فكتبقى لكم الكمية دي السكر على حسب الطوق غير بغيت نشارك معكم طريقة ديال العاصر كي يجي خاسر وزويد وما كيجيش باين في الماضاق ديال الخيزو لانه في هادك البانان كي يغطي على الضوء ديال خيزو المسلوق فهنا كانت عندي الكمية شوية كبيرة فانا قسمتها فطحان على جوجد المرات فكيف كتشوفو هنا العاصر كيف كيبان خاتر صراحة كيجي حتى الطعم دياله زوين وخاتر يعني كيجي شكل ديال العاصر زوين هنا بعد ما وجد طاجين ديالنا كيف كتشوفو كيجي هكا زوين ويعجي الديد صراحة كيش هاي معه وقدمته مع ذاك العاصر ومن بعد ما ساليت فهنا غنوجد واحد لكاك ديال شكلات القوتي فبالنسبة المقونات هنا عندي كأس إلا ربع ديال سكار نسك الزيت نسك الزيت نسك الزيت نسك الزيت عندي جوج بيضات وعندي الكاكاو المر عندي جوج مع الكبار جوج كيسان ديال نطقيق الابيض بالنسبة لهاد الخميرة رفاها 15 جرام يعني انتم يمكن لكم ديرو جو ساشية ديال 8 او 7 جرام وعندي قطيرات ديال الخل بشكي حيط ليتكز فورد البيض فبالنسبة لهاد الكيك نسك الزيت بالنسبة لهاد الكيك نسك الزيت سكار الزيت 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 عليهم الحليب. كيف كنتشوفو هنا يقدر اندفك الكأس. الا ربع ديال الحليب. ونضيف الكاكاو. بالنسبة لكاكاو نضيف الكاكاو ونضيف الكاكاو حتى يتخلط لنا ولا يبقى مجموعة مع السوائل على شكل كورات. بالنسبة لكاكاو نضيف الكاكاو بالتدريج. حسنا نحصل على واحد القاوم اللي مجانس ويكون شوية خفيف. هنا مسخنا الفرن على درجة حرارة عالية. من اللي غادي نبغي ندخل الكاكاكاو معي خفيفة. غادي نقص درجة حرارة بزيف. يعني نخليها قليلة. سوف ندخلها الفرن طيب يعني كتوجد بالزربة بين 20 حتى 25 دقيقة لان الطبقة ديال ما كتكونش غليدة بزيف. هنا خديت واحد المول ديال الزاج اللي دهنته بالزبدة. سوف يدرت فيها ذلك الخالط. غادي نحاول ندوز وسط منه واحد المول سورة معلقة. باش ما يطلعش لي الكاكاك من الوسط. سوف ندخل الفرن حتى يوجود. وغادي نشارك معكم السوس اللي غدا ندير فوق منه. هنا من بعد موجدت لي الكاك. كيف كتشوفو كتشوفو كتشير طبقة. وخفيفة. هنا غادي نسقيها بوحد نصف كاز ديال الحليب. هنا الحليب بارد لان الكاكاك بقا سخونة. ما يمكنش لي نسقيها بش حاجة سخونة. هنا سقيتها بالحليب بارد. اللي ما بغاش يسقيها بالحليب. يمكنه يكون موجود سيرو من قبل ويسقيها. سوف ندخلها. سوف ندخلها لكل جسبي. هنا بالنسبة لهذا السوس اللي حدد رسفق منها ديال شوكولات أو لسلسة ديال شوكولات. هنا عندي. هنا عندي. شوية ديال حليب. يعني واحد جمعي القاد ديال حليب. يجب ان يضب هذك شوكولات. ندخلها فوق البوطة حتى يضب. هنا تقريبا عندي سمينية القطع ديال شوكولات. هذك شوكولات العادي ديال غالا. نضيفه من بعد مدوب سوف نضيفه جيدة شوكولة أو ديسر سوف نضيفه و نفرقه نضيفه من فوق الكيك نحاول نضيفه نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه أكبر نضيفه نوضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه حتى تبرد على خاطرها و قمنا on هنا كنحاول نحرك باش نقعد السطح ديالها ومن بعد بما بردت للكيك ديالنا فهذا وشكل النهائي ديالها صراحة كالجيل دي دو بردو معللكة من داخل فانا غادي نحاول نقطعها باش تشوفوها كيف جات خفيفة من الداخل وكتجي صراحة كتجي كيك اللي معللكة بيتك السوس اللي كد نزيدوها من الفوق فكيف كتشوفو هنا يا هذه النسيجة اللي حسطلت عليها كيف قد لكم كدي واحد الكيك روعة لا في الماضاق ولا في القوام ديالها يعني كتجي خفيفة من الداخل بالخصوص الكيك اللي كتخدم بالخلاط الكهربائي فالصراحة كتجي القوام ديالها خفيفة على الكيك يعني اللي كنخدمه اغير بيتطرها باليداوي فانا انا كنحاول نقرب عليكم الكاميرا باش تشوفوها من داخل كيف جات والى اللقاء اطلقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة